موقع مجاني يفيدك جدا لزيادة مشاهدات قناتك على اليوتيوب السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ويربكم بخير وسعادة دايما أهلا بكل متابعين قناة العلم والتكنولوجيا على اليوتيوب دي قناة مهتمية بعلم وأسرار اليوتيوب والربح من الإنترنت وشرحات برامج ومنتاج وشرحات لكل ما يخص السوشيال ميديا يلا بينا بالموبايل هنبدأ نفتح الموقع ونتعرف على المزايا اللي بيقدمها بشكل مجاني في تطوير قنواتنا تابع معي الفيديو من البداية للنهاية مش هيكون طويل علشان تطلع بالمعلومة بشكل كامل هفتح الموبايل على متصفح جوجل كروم أو أي متصفح تاني أنا حياليا دلوقتي فاتح جوجل كروم واجي هنا فوق خالص هنا وهكتب يوتيوب لينك أنا شرحته قبل كده على فكرة في عندي فيديو على القناة عن شرح يوتيوب لينك ولكن بيقدم لك مزايا تانية خلينا أعرفك عليها لتطوير قناتك هبدأ أن نكتب يوتيوب لينك بهذا الشكل بعدين دوت كوم بالشكل ده كده يوتيوب لينك يوتيوب خلب لك مكتوبة واي او تمام؟ واعمل بحث يبدأ يفتح معي الصفحة بهذا الشكل ممكن يفتح معاك باللغة الإنجليزية أضغط على الشرط اللي فوق ديت وألاقي عندي تحت اللغة العربية واللغة الإنجليزية وكل اللغات الوجهة بتاعته باللغة العربية زي الفل اختر اللغة اللي أنت عايزها إيه اللي موجود في الموقع ده وإيه المزايا اللي هو ضفها جديدة كان الأول كان فيه ميزة واحدة فقط وهو أداة اختصار الروابط ودي مهمة جدا جدا على فكرة لكل الناس اللي شغالين على اليوتيوب علشان يحصلوا على مشاهدات من الفيسبوك والله مهمة جدا جدا وفي ناس إلى الآن ما تعرفهاش والناس اللي بيستخدموا المواقع التانية مواقع التحويل الموقع ده أنا شايف أنه أفضل منهم بكثير طيب هعرفك على كل الأشياء اللي موجودة فيه وركز معايا في عندك حاجة عملوها جديدة اسمها إنشاء علامات وعناوين ما كانتش موجودة لأول ويه أداة اختصار الروابط ويه SRT ترجمة ملف طيب SRT ترجمة ملف ديت هو أن أنت لو أنت مخرج ملف بامتداد SRT وعايز تغير لغته فتبدأ أن أنت تضغطين على اللي هو أضف SRT وتبدأ أن أنت يحوله لك باللغة اللي أنت عايزها إحنا مش عايزين ده دلوقتي أداة اختصار الروابط يعتبر هي أهم ميزة في هذا الموقع والأداة اللي بعدها اللي يضفوها جديد وهي إنشاء علامات وعناوين هنبدأ أن نتعرف عليهم وركز معي علشان في حاجة تانية كمان مهمة جدا هنرفك عليها وأنا بتكلم هبدأ أن أنا أضغط على الشرط اللي فوق قبل ما أعمل أي شيء وهضغط على اللي هو في عندي تسجيلة دخول واشتراك لو أنا سجلت دخول قبل كده بضغط على تسجيلة دخول ولكن أنا هعمل الاشتراك كأنه جديد لسه هضغط على اشتراك بيقولك هنا طبعا دخل اسمك والبريد الإلكتروني هبدأ أن أنا دخل اسم ودخل أي بريد إلكتروني عندك يعني إيميل قناتك أي إيميل تاني مفيش مشكلة أنا يعني أفضل إيميل القناة لا تستخدمه في أي شيء إطلاقا غير فقط للقناة ولكن الموقع آمن مفيش مشكلة دخلت هنا الاسم أي اسم ودخلت الإيميل وبعد كي بيقولك قناتك على يوتيوب دخل الرابط ده اختياري مش عايز تعمله براحتك وأبدأ أن أنا دخل هنا كلمة سر دخلت إيميل واسمي وكلمة السر وتأكيد على كلمة السر واضغط على اشتراك بيقولك خلاص أن أنا تم التسجيل في الموقع بيظهر لي صفحة بالشكل ده كده بضغط على أدخل بريدك الإلكتروني يبدأ أنه هو يظهر الإيميل اللي أنا كنت مسجل به أبدأ أن أنا أدخل به بقى هنا وكلم أدخل كلمة السر عشان يبدأ يدخل معايا وأضغط حاليا دولتي على تسجيل الدخول أنا سجلت خلاص دخول كده على الموقع جالي بالشكل ده كده بقى أعمل هنا حفظه هنا بحيث أن أنا بعد كده يتعرف على تسجيل الدخول بتاعي طيب تمام جدا خلينا نتعرف الأول على الميزة الأولى للي ما يعرفهاش لأن مهمة جدا 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 أنا دلوقتي أدخل على قناتي وأجيب رابط وأبدأ أن أنا أحطه هنا هاجي هنا أفتح قناتي سواء أن أنا أفتحها من تطبيق اليوتيوب أو تطبيق السيدو اليوتيوب المهم أن أنا عايز أخذ رابط فيديو وأاجي هنا جنب أي فيديو كده للنقاط دي وأضغط على مشاركة شير أو مشاركة وأاجي هنا لاقي هنا قبي لينك أو نسخ الرابط كده أنا أخذت الرابط بتاعي نسخ أرجع لي الموقع وأجي هنا على أداة اختصار الروابط أضغط عليها وبيقول لك هنا أضع عنوان URL أضغط هنا كده مطول وأحط له لسق وأضغط على اختصار بدأ أنه هو مباشرة يخرج لي رابط بهذا الشكل وقال لك كمان أنه تم نسخه يعني وحاليا دلوقتي تم أخذه نسخ هبدأ أخذ بقى الرابط ده وأبدأ أنه أحطه على الفيسبوك أحطه على التليجرام أنشوره في كل مكان بحيث لما حد يضغط عليه ينتقل لي اليوتيوب وليس المتصفح عشان يقدر أنه يتفاعل مع قناتك ويتحسب لك التفاعل اللي بيجي من المنصات الأخرى ركز معي أنا مثلا عندي قناعة على التليجرام بهذا الشكل أبدأ أنه أدخلها كده وأعمل لسق للرابط ده بيبدأ يتعرف عليه وأبدأ أنه أعمله نشر بهذا الشكل الرابط ده لما حد يضغط عليه هيتوجه لقناة اليوتيوب يلا ندخل كمان على الفيسبوك وكميله معي معلش تبدأ أنه تدخل على الفيسبوك سواء باتل تدخل على مجموعات أو تدخل على صفحات أو تدخل على حسابك الهم أنه أنه تبدأ تنشر الرابط ده في كل مكان طريقة النشر الأفضل من وجهة نظري هي إيه على الفيسبوك هتبدأ أنه أنه تكتب كلمتين وتحط صورة كلمتين وصورة ركز معي وهتيجي هنا تكتب كده الشرح مثلا أو الفيديو في أول تعليق وتبدأ تدخل هنا على التعليقات وتعمل لسق للرابط بحيث أنه يظهر بهذا الشكل ده لو أنت بتعمل مثلا على جروب أو صفحة أو أي حاجة زي كده لو أي حد بقى من المشاهدين ضغط على الفيديو ده هيحصل إيه؟ خليه يضغط كده هنا على الفيديو ده بهذا الشكل هيبدأ أنه هو يتحول بهذا الشكل بيقول لك أنه هو هيخرج وهيدخل على مصدر خارجي أو كده بتقول له هو الشخص اللي هو بيشاهد بيقول له استمرار بيبدأ أنه هو يدخل على الفيديو مباشرة الشخص توجه لقناتي يقدر أنه هو يعمل لايك يقدر أنه هو يشترك في القناة يكتب تعليق يتحسب لك كل شي لو أنت بقى خدت رابط الفيديو وحطيته مباشرة على الفيسبوك بدون ما أن أنت تحوله بيبدأ أن الشخص ده بيتحول لإيه؟ بيدخل على المتصفح يعني الفيسبوك بيحوله للمتصفح وليس تطبيق اليوتيوب ما يقدرش أنه يعمل لايك ولا أي شيء وانت جرب بنفسك خد رابط فيديو كده وحطه مش هيتحول لتطبيق اليوتيوب وهيطلب من المشاهد أنه يعمل تسجيل دخول والمشاهدين طبعاً هيبدأ أنه يشاهد الفيديو يطلع وخلاص ولا يعمل لك لايك ولا أي تفاعل على الفيديو طيب ديت أنا أشوف أنها أفضل طريقة للنشر على الفيسبوك وبرضه قول لي رأيك في التعليقات فيه ناس ثانية بتعمل ليه بتخش كدهوة على كأنها تكتب منشور عادي وتروح حتى لسق كده للرابط بهذا الشكل مباشرة ولا يكتبوا حاجة عليه ولا يحطوا صورة ولا شيء ويبدأ أنهم يعملوا نشر بهذا الشكل يبدأ يظهر الفيديو بهذا الشكل وعليه الرابط برضو هيوجهوا كل حاجة تمام ولكن عشان كمان حتى للفيسبوك يبدأ يوصلوا للناس أكتر وأشياء زي كده والناس يبدأ أنها تفتحوا أنا قلت لك الطلاية الأولى هي أفضل من أن أنت تحط مباشرة بهذا الشكل قول لي بقى في تعليقات هذا الفيديو أنت شايف إيه؟ أن يتحط الرابط مباشرة زي ما أنا حطيت كده ولا زي ما حطيت في أول مرة اللي هو يتكتب كلام وصورة ويتحط الرابط فيه تعليق قول لي وجهة نظرك احنا كده عملنا كأننا بننشر على منتدى القناة تمام؟ طيب دي هي تلميزة الأولى اللي إحنا شرحناها اللي هي تحويل الرابط ايه بقى الجديد؟ لما يضغط هنا كده على إنشاء علامات وعنوين يقول لك هنا هيجيب لك كالبات مفتاحية لتحسين السيو خلنا نضغط هنا مثلا كده على الربح من اليوتيوب نكتب الربح من اليوتيوب مثلا الربح من اليوتيوب ونضغط على اللي هو طلع اللي بقى الكالبات المفتاحية توليد بالعربي هو اللي هوralo خلنا بقى جابلك هنا جابلك عنوين تقدر تاخد عنوين من دي تاخدها نسخ وتستخدمها كعنوان للفيديو وجاب لك كلمان كلمات رئيسية زي ما انت شاف كده كلمات رئيسية تقدر تاخد منها نسخ اهو قدامك نسخ وكمان جاب لك هاشتاجات تقدر تستخدمها مع الفيديو بتاعك اللي هو لتحسين السيو على الفيديو علشان يظهر في محرك البحث ويحصل تفاعل على قناتك مثلا اكلة مصرية واعمل توليد اكتب بقت اكلت كزا اي حاجة انت عايزها يبدأ يجي لي يا جماعة زي ما انتوا شايفين كده اللي هو بقت عنوينة هوت كمان اللي هو الهاشتاجات يعني بيجيب لك كل حاجة فده يساعدني جدا بسهولة بان انا احسن السيو على الفيديو اللي هو تهيئة او تحسين محركات البحث ميزة انا اتمنى من اصحاب الموقع ان هم يضيفوها في الموقع ده هتكون كويسة جدا لكل اصحاب قنوة اليوتيوب وهي ايه? انا عايز ان انا مثلا شفت فيديو على اليوتيوب انا كحد منشئ محتوى لقيت الفيديو ده جايب مشاهدات فانا عايز اعرف ايه الكلمات المفتاحية اللي استخدامها صاحب القلاة دهيت ما اقدرش اعرفها صاحب الفيديو بس اللي بقدر اعرفها صح كده لانه رفعها وهو بيرفع الفيديو اضافها وهو بيرفع الفيديو فانا عايز بقت هنا لما ادخل هنا على انشاء علامات وعنوين ابدأ ان انا اجي هنا كده وحط رابط لاي فيديو اخد لاي فيديو جايب مشاهدات او شي ازا كده وحط لصق للرابط واقول له توليد في انشاء علامات وعنوين يبدأ اجي لي هنا عنوان وكلمات رئيسية وهاشتاجات يجيب لي الكلمات المفتاحية اللي صاحب القناة استخدمها عشان اغشها منه اخدها واضفها على الفيديو بتاعي الجديد اللي برفعه ده مهم جدا جدا فانا بالفعل ارسلت الاصحاب الموقع واتمنى ان هم يضيفوا هذه الميزة زي ايه بقى زي مثلا لو انت فتحت اي فيديو على اليوتيوب فيديو ليا او فيديو لأي حد لو انت عندك اداة اللي هي فيد اي كيو يبدأ ان انت لو فتحت فيديو كده تبص هنا كده تلاقي الكلمات المفتاحية بتظهر قدامك فيديو تاكس يعني اقدر ان انا اخش على اي فيديو واخد الكلمات المفتاحية دي كده نسخ واستخدمها على فيديو ليا ما بيش اي مشكلة بحيث ان انا اقترح مع هذا الفيديو لتحسين السي يو لتحسين الاستهداف فالميزة ديت موجودة في الفيديو فانا اتمنى من اصحاب موقع اللي هو يوتيوب ان هما يضيفوا هذه الميزة على فكرة المزايا اللي بتضاف في المواقع والتطبيقات ده هي تكون لها بفلوس يعني هديك مثال فيه طبعا من اشهر المواقع التحويل اللي بتعمل لك تحويل عشان انشره على الفيسبوك اللي هو بيكسي صح؟ الناس كتير تعرفوا بيكسي لما بتحول الرابط والمشاهد بيجي يضغط عليه على الفيسبوك بيبدأ ان يجيب لك خيارين يقول لك عايز يفتح عن طريق المتصفح او عن طريق تطبيق اليوتيوب فالناس اللي مش عارفها يروح جاي يضغط على ايه؟ على المتصفح اي خيار قدامه وخلص فانت كساحب قناة مش هتستفيد الموقع ده عامل خيار واحد زي ما انتو شفت كده اللي هو فقط يوجه لليوتيوب فديت بفلوس يعني الموقع ده على فكرة متكلف فلوس كتير جدا جدا عشان يضيفوا هذه المزايا طبعا لا غنى عن الشروحات اللي احنا قدمناها اللي هي تحسين سيو ليوتيوب باستخدام الذكاء الاصطناعي اهم الفيديوهات هتكون موجودة في وصف الفيديو في التعليق المثبت وهتظهر معاك هنا في شاشة النهاية بتخرجش من الفيديو انتقل لها وشاهدها وحسن السيو على فيديوهاتك تحياتي ليكم اتمنى لكم اتفاق والسعادة يارب 2024 تكون سنة خير وسعادة عليكم في امان الله مع السلامة